آآ للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد آآ بناتكم في شوية شك في طرف عم بيشك بالطرف الآخر آآ بعلاقة ثلاثية ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر آآ كتير آآ رح تصفى شوية العلاقات بس بدها آآ شوية وقت يا برج الميزان آآ بدك شوية وقت كيف الفرصة حلوة كتير بالنسبة للي بيشتغلوا واللي ما بيشتغلوا فيه فرصة رح تطرق بابك آآ يعني ما كنت مخططة انت كنت عم تبحث عن عمل تاني او مقدم لشغل ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة آآ مش متوقع وعلى فكرة في يعني فيه اموال او فيه فلوس حلوة كتير من هذا آآ الشغل في ناس عم بيفكروا يفتحوا مشروع جديد فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع انا عم بشوفه كتير آآ يعني آآ عم بمشي لاتجاه حلو آآ او انه ترقية للناس اللي عم بستنوا آآ ترقية لانه عم بشوفه اموال فهي من الترقية شكلها من الترقية آآ في العمل للعزاب آآ في احتمال انه آآ يعني تعرفوا على شخص جديد ما كانوا يعرفوا قبل آآ هذا الشخص آآ رح يكون مش عارفة اما انه انه انت عم تحكي معاه على الانترنت او لانه شايفيته فيه فيه اختلاف كبير بينك وبينه اما بالعمر او بموضوع معين آآ هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي ممكن آآ مائي اكتر شي طاقته بتبين آآ شخص آآ آآ مادياته كتير آآ ممتازة آآ بيحب الحب يعني رومانسي شوي خلينا نقول رومانسي وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالاسبوع الثاني آآ او الاسبوع الثالث اعرفوا انه هذا شخص آآ مناسب انا بحكي للعزاب آآ متسلقين ارامل اللي ما عندهم آآ شريك في حياتهم وعم يستنوا آآ نصفهم الاخر بس شايف منك آآ برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم آآ طاقة آآ زعل فحاول انك تطلع من هذا الموضوع بقى قرب وقت ممكن لانه آآ الورق يعني مليان بشاير انا بعرف انك بتعاني خاصة من الطاقات السلبية خاصة من آآ الحسد وهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير يعني انت بالطريق الصحيح فكمل استشفاء شوف ازا في تحذيرات لهذا آآ الشهر لبرج الميزان آآ تحذيرات آآ بيقولك انه يعني وكأنه بيحكي لك الكرت انه انت شوي مبعد روحانيا عن ربنا او عن روحانياتك فارجع آآ للقرآن ارجع لصلواتك لدعواتك آآ ارجع زي ما كنت لانه انت بالاساس شخص روحاني جدا يعني شو في احلى من هيك روحانيات انت شخص كتير كتير روحاني هدول كرتين ما بعض يعني انت على تواصل روحاني كبير جدا آآ فخليك آآ يعني زي ما انت ازا كنت على روحانيات عالية واذا لا آآ او خفت شوي آآ بلش ارجع زي ما كنت آآ عم بشوفك آآ في تحذير اخر انه في اصدقاء في اشخاص عم بيكنولك الشر عم بيوصلولك اخبار وهاي الاخبار عم بتكون غلط آآ عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الاشخاص آآ طالع من عندهم حسد بالنسبة لالك فدير بالك حبيبي خلينا نشوف كروت العقل الباطن كرت لالك وكرت للشريك لاللي عنده شريك بالنسبة لك آآ بالنسبة لك بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت العلاقة خلص بطل فيها اي امل آآ وكأنها هيك العظمي خلص آآ يعني شخص يعني مات وشبع موت هيك انت عم بتفكر بالعلاقة او عندك هواجس من هذا النوع هذا بالنسبة لك بالنسبة للشريك على العكس تماما الشريك شوف آآ في لفة معينة في آآ ولكن هاي اللفة يعني او بطريق نحو الارتباط طريق نحو خلينا نقول التطور في العلاقة يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة هو عم بيفكر ماليا عم بيفكر كتير وانت عم بتفكر كمان بالارتباط من هذا الشخص فعقله الباطن وعقلك الباطن تقريبا عم بيفكره بنفس الطريقة ولكن انت شوي اكتر سلبية آآ الشريك عنده امل اكبر في هاي العلاقة طيب نشوف بالنسبة للمصائح الله اكبر عم بقدم بقولك انه انا اسفة بس بقولك انت كتير هاي الفترة كتير قاسي عم بتكون كتير قاسي على على اللي حواليك او على الشريك يعني وكأنها افكارك عم بتكون كتير تف كتير احكامك قاسية شوي يمكن انا ما بلومك يمكن من كتر ما عشت صدمات صارت احكامك قاسية او انت صرت قاسي قلبك مش زي زمان قلبك شوي صار اأسى من زمان يعني الميزان طيب ولكن بقولك هاي الفترة انت عم يعني كانوا بيحذرك بيحكي لك انت عم بتكون قاسي كتير هاي الفترة على الشريك فشوي يعني هون بيحكي لك اختار الحب بيقولك انه اختار الحب لانه الحب هو الوحيد اللي رح يطلعك من اللي انت فيه او رح يجيب لك الخير فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين او لشريك لا للاصدقاء حب حتى الاشياء الحب بشكل عام بيولد طاقة ايجابية عند الشخص وبيقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل اشكاله لحتى يساعدك انك يعني تتعدى او يعني تمشي في التحديات اللي انت عم بتمر فيها فبقولك بالحب بتقدر انك تتخطى هاي الامور لا بالانتقام ولا بالافكار يعني القاسية ولا بهاي الامور كلها لا كون كما عهدناك يعني سيزنكيو هذا الكرت شي يعني رح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عند بش شريك ممكن الفترة الجاي تكون فترة رومانسية كتير فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة بقولك لت يور انت وشن ليديو انت من الناس اللي عندهم حاسي سادسة او قلتلك انت روحاني شخص روحاني فبيقولك هون انه خلي الحاسي السادسة او خلي احساسك هو اللي يقودك مش دايما تشغل يعني كلها بنعرف برج الميزان عامل بالانس بحياته بيفكر بعقله احيانا اكتر من قلبه يعني بيوازن الامور بقولك اعتمد على حاسيتك السادسة اكتر بقولك كمان يور تيرز هي اليور والسول بقولك انه الدموع شغلة حلوة ممكن انك تعيط لش ما تعيط هذا ما بعرف الكرت طلع قبل هيك بقولك انه البكاء شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك ذبذبات سلبية ممكن اتضرك فهو بيكون مثل الهيلر للسول تبعك بيكون مثل نوع من الاستشفاء او انك تطلع من الحالة اللي انت فيها فالبكاء شغلة مش سيئة هذا طلع مقلوب وكأنه بحكي لك انه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك اكتر يا برج الميزان خاصة في العمل رح تفتقد شوي لانه يكون في عندك سببورت او دعم فيعني رح تقوم في معظم الاشياء او في اغلب الاشياء رح تكون انت لوحدك ولكن انا شايفيته انه برج الميزان ادها الميزان من اد كالابراج وممكن انه يعني يحقق كتير نتائج بفترات اصيرة في عندهم ذكاء ما شاء الله بيقول لك ما تشطت حالك اختار هدف هدف اختار جول جول لحتى انك تعملهم بيقول لك انه طاقتك عم بتروح ناحية كتير افكار وعم بتشتت حالك باكتر من فكرة بدك تنفذ اكتر من فكرة في نفس الوقت بيقول لك بيقول لك انه ركز اكتر على موضوع معين كل فترة يعني ما تضيح حالك باكتر من شغلة في اكتر من يعني في الوقت نفسه فبس بيقول لك الانجلز هلبيو يعني عم بتساعدك في كل الامور ولكن انت اعمل فوكس على شي معين ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير او تشتت انتباهك لاكتر من شغلة اه بهاي الفترة خد الامور شوي شوي بتأني اه هون بيقول لك انه انتظر بقول لك ازا ما زبط معاك موضوع فما تي اس في قدامك كتير اوبشنز كتير اه اه فرص كتير افكار فاذا كان في يعني شي او اه ما عم يزبط ففي يعني اوبشنز كتير بقول لك ما تزعل اه اه يعني برضو الانجلز رح تكون اه يعني رح ترشدك ورح تكون معاك ورح اه تحاول انها تريحك وهذا كله يعني بسبب الروحانيات اللي انت فيها شايفي رحانياتك حلوة لبرج الميزان اه بيقول لك هون انه يعني لازم شوي تعمل رفرش لروحك انت ايضا لك فترة عم بتعيش بالماضي عم بتعيش بي اه على الاطلال خلينا نقول عم بتفكر بامور سابقة او مواضيع ما كنت اه عم تحصل عليها عم تتطلع عليها بطريقة اه كتير متشائمة فبيقول لك لأ انه يعني اعمل لرفرشنج لروحك اه اطلع انزل اعمل اه شغلات كتيرة لانه اه شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها اه شغلة احلى فما ما نكون يعني مركزين بس عالشغلات اللي احنا ما منملكها. اه هون شايتك هاي الفترة حبيبي الميزان رح يكون في عندك اه اه شوي وفرة مالية وهاي الوفرة رح اكتر شي تصرف على اللبس والخلينا نقول مجوهرات او اه الشغلات يعني البذخ اللي رح تعيش اه فترة انه اه تصرف على كتير على على المظهر على اه على هاي الامور فبيقول لك انه شوي شوي يعني ما تزيدها او تكترها انت اساسا بيقول لك انت اساسا جذاب بدون هاي الشغلات كلها. طبعا مو غلط انه يعني نفكر بهاي الطريقة بانه نغير نفسيتنا وكزا. وشايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل وعم بتنشي على خير شغلة حلوة يعني عم بتزيد لهم اه طاقتهم الايجابية واستقا بالنفس. هلأ بترككم تسألوا سؤال اه عشان نجاوب عليه بنعم او لا تضمروا على شي معين. اه خلينا نشوف انه رح يتم ولا ما رح يتم. فخلينا نشوف شو هو السؤال. والاجابة نعم او لا رح تكون. ازا نعم بنشوف لها توقيت معين او بنحاول بشكل تقريبي دي نعرف التوقيت. واذا لا يعني انت وحذبك. لا شايفة انه هاي الشغلة رح تتير ولكن يا برج الميزان رح تتير على فترات بطيئة على خطوات بطيئة ما رح تتير مرة واحدة هاي الشغلة. اه في شوية عوائق رح شوية شوية تزول وتتحقق هاي الشغلة. اذا نعم.